سيارة في فلسطين ضمن أصغر السيارات في العالم إذ استطاع شاب من مدينة طول كرم وبمجهود شخصيا إعادة ترميم وتشغيل السيارة التي صنعت قبل أكثر من 60 عاما لتستخدم في إحياء المناسبات المختلفة استغلال الأشياء القديمة للخروج بمشروع شبابي غريب أمر مجد في الكثير من الأحيان لكن كيف وإن كان هذا المشروع بهذه الغرابة؟ في خمسينيات القرن الماضي صنعت هذه السيارة الصغيرة النادرة وكحال الأشياء القديمة تحولت إلى خردة حتى جاء الشاب علاء عبدالقادر بن مدينة طول كرم وأعاد إليها الروح بعد أن أضاف محركا كهربائيا عليها حتى غدت منتجا عصريا وتراثيا في آن معنا هذه السيارة أصغر سيارة في فلسطين هذه السيارة تصنفت من أصغر خمس سيارة في العالم والحمد لله رب العالمين يعني بعد شغل تكريبا سنتين طلعنا يعني بنتيجة حلوة الحمد لله رب العالمين ما أحدا بيشوفها إلا بيزمر بيضحك بيأشر بطول تلفونه بيصوره راح أبي بعمل أخر سيارة بس خليها مفاجئة إن شاء الله بس فكرتها يعني راح تبكى فكرة جديدة ومميزة إن شاء الله ولعل ما أكسب المشروع الذي استهلك عامين من العمل خصائص مميزة حجمها الصغير فهي أصغر سيارة في فلسطين وفي العالم أيضا وفق مبتكرها أي أول يعني أول مرة راح تنزل هذه الفكرة مثلا معينا بفلسطين تبكى إنها العروس تفوت على الكاعة بسيارة صغيرة سيارة مميزة بأي مكان تحط به هذه السيارة تكون سببا في نشر البهجة والسرور يأخذ البعض صورا تذكارية معها والبعض الآخر يحاول الجلوس فيها واستكشافها لكن الهدف الأساسي من ابتكار السيارة وفق القائمين عليها استخدامها في المناسبات والأفراح كمشروع شبابي يشكل مصدر دخل إضافي مستربان كمان بدون أي إضافات بدون أي شيء بتخلي الناس فعلا تكون سعيدة ومبسوطة بمجرد إنها تكون ماشي بالشارع كل الناس بتكون تضحك وتتصور فممكن نتخيلها كيف رح تكون لك الدام سواء بالتصوير أعراس سواء بالتصوير أعياد ميلاد لا شيء يؤشر إليه مشروع كهذا من ترميم وإعادة إحياء أشياء قديمة بل والإضافة عليها أكثر من تميز الشباب الفلسطينية وقدرته الفائقة في الابتكار والتصنيع طالما توفرت له الفرص من مدينة طول كرم المحتلة محمد حسين رؤيا